السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأربعة 13 كانون الأول ديسمبر القمر اليوم موجود في القوس ورح ينتقل في ساعات العصر لبرج الجدي طبعا القمر الآن موجود بالقوس الساعة 3.31 دقيقة عصرا زي ما حكينا رح ينتقل لبرج الجدي ورح يظل موجود في برج الجدي لغاية الساعة 5 و55 دقيقة من مساء يوم الجمعة لينتقل القمر بعديها لبرج الدلو القمر الآن موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 3.31 دقيقة عصرا من عصر اليوم الأربعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية القمر الآن موجود يعني في برج القوس فعشان هيك منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط من الآن ولغاية ساعات العصر من التقيب وناس أكثر ساعة من نتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية يبيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفي والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازة وممارسة الرياضة والخروج في نزهة يمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين نيبتون هاي الزاوية قبل خلو المسار ساعة ستة وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهم من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر السلبي بيبدأ ساعة ستة وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر لغاية الساعة ثلاثة واحد وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجدي هذا بيعني انه هاي الفترة اللي ذكرناها لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار اليوم في عنا خبر فلكي الخبر الفلكي هاد اللي هو بداية تراجع كوكب عطارد اليوم الساعة سبعة وثمانية وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينج رح يبدأ كوكب عطارد بالتراجع اللي رح يتراجع من اليوم ثلاثة وعشرين اتناش لغاية يوم ثلاثة وعشرين اتناش في برج الجدي بعدها بده يتراجع من الجدي لبرج القوس فعشان هيك بدكوا تركزوا بشكل جيد للمرحلة هاي اللي هي من اليوم ثلاثة وعشرين اتناش ليوم ثلاثة وعشرين اتناش طبعا الحلقة تاعت التراجع وتفاصيلها صارت موجودة على القناة بتقدروا انو انتو ترجعوا لها بسبب هاي الزاوية بيطرى التشويش على حركة الاتصالات والمواصلات بالفترة القادمة بتزدحم الطرقات بتتعطل المركبات بصير في حوادث على الطرقات اكثر من المعتاد بتضيع حاجياتنا بصير في عنا عدم تركيز ولانها هاي فترة سيئة لأي خطوة جديدة يعني خطبة زفاف افتتاح مشروع تجاري خلال هاي الفترة برضو ما بتستقر الاسهم والبورصة والاسعار العملات لانو عادي جدا تتقلب بشكل خطير جدا ما بين تصاعد وهبوط وبرضو اعطال بالالكترونيات وبالبريد بالامور هاي كلها الحلقة المفصل صارت موجودة على القناة فبنصح الجميع انو يروح يسمعها الساعة يعني ثلاثة واحد وثلاثين دقيقة عصرا القمر خلص بنتقل وبيستقر في برج الجدي عشان هيك من ساعات ما بعد العصر منصبح في هاي الفترة اكثر عقلانية منحكم العقل اكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا مندرك انو الامور مش سهلة بالنسبة لالنا ويعني فيها بعض الصعوبة وبعض ما ممكن يكون متشائم علينا نعمل بجدية اكبر وان لا نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد او شراء قطعة اثرية او اتباع نظام غذائي او متابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية راح تكون الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج من واجه مصاعب عرقيل بتطلب منا ان نبذل جهد لا نتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض لشجاع اللازم لمواجهة مشاكلهم فبيلجو للهروب الى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة منكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة ميالين للكآبة بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم من الان ولغاية ساعات العصر عنا الكبد العجز عظم الفخد عظم اخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية اما من ساعات العصر وما بعد بصير عنا الركبتين والمفاصل عمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والاسنان والاوتار والاربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن طبعا هاي الاعضاء اللي ذكرناها منحاول انه ما نعمل عمليات كبرى لا الها يعني اللي ما قبل العصر اللي هي الاعضاء اللي ذكرناها وما بعد العصر الاعضاء البرضو اللي ذكرناها الا اذا كانت عمليات اضطرارية رغم انه اليوم خلو المسار رح يكون تقريبا طيلة النهار فيعني ما بنصح بالعمليات الجراحية الا اذا كانتاضطرارية فقط أو إذا كان التوقيت عندك ما بعد انتهاء خلو المسار فترة صباح فبإمكانك عمليات جراحية ما في أي مشكلة بالنسبة لها عمليات التجميل أيضا ما بنصح فيها خلال هذا اليوم يعني لا يصلح هذا اليوم أيضا لازلت الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي ولكن في ساعات المساء بالنسبة للقمر بما أنه موجود أو رح ينتقل لبرج الجدي خلو المسار القادم بيكون يوم الجمعة 15-12 بيبدأ الساعة 4.3 دقائق عصرا وبيستمر لغاية الساعة 55.55 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو بالنسبة لعمر القمر هو عمر القمر الهلال الجديد عمره يوم في تمام الساعة 5 صباحا بصير يومين نسبة الإضاءة 1% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 22-12 منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات تقريبا العصر بصير منتحس بنسبة 50% القمر في القوس والعصر بدو ينتقل للجدي ورح يضل بالجدي سعيد بنسبة 70% أما في ساعات المساء سعيد 100% عطارت في الجدي بيتراجع حتى يوم 23-12 سعيد الآن بنسبة 60% في ساعات الصباح سعيد بنسبة 30% الزهرة في العقرب حتى يوم 29-12 منتحس بنسبة 40% المريخ في القوس حتى يوم 4-1 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبت في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا النشاط بظل في مجال الدراسة والسفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب وبرضو تشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم بعضكم ممكن يكون عنده مراسلات أو امتحانات أو اتصالات يعني اليوم نشط جدا لغاية ساعات العصر من ساعات العصر وما بعد بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور التركيز رح يضل على الأموال المشتركة اللي لها علاقة بشراكة مالية أو عاطفية وبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة اللي هي مالزوج، بنك، ضريبة، تأمين والفرصة بتضل متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة وحاولوا إنك تساروا على تهدئة الأجواء مع أي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير أما من ساعات العصر هنا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبرضو بيكون في نوع من أنواع لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب إلها علاقة بالسفر أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر موجود لغاية ساعات العصر مقابلكم تماما فبظل وقت مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية وفي مجال برضو العمل المشترك ولكنها بتظلها فترة طاقة فيها ضعيفة حاول إنك تضبط عصابك ما تتخذ قرارات حاسمة لأنه معني سهل جدا استفزازك أما من ساعات العصر فهنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا التعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطكم بصير التركيز على الوضع المالي وإيجاد بعض الحلول والمكاسب برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم لأنه يعني حاولوا برضو إنكم تبلغوا في ذلك لأن القمر موجود في البيت السادس بدي يتجه لمقابلتكم في ساعات العصر فعشان هيك الطاقة بدأت تنزل فعشان هيك بتكن تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة الوقت لإنجاز أعمالكم وحاذروا من أي مشاكل ما بينكم وبين زملائكم بالعمل أما من ساعات العصر وما بعد بإنصب اهتمامكم حاول تعزيز شراكاتكم حاولوا أنكم تحافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا أي كلام وما توجهوا أي ملاحظة لأنه معنية الخصومة ما رح تكون لصالحكم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بتظل رغبتكم قوية في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن ولغاية ساعات العصر طبعاً اليوم برضو ما بيتخلى الحظ عنكم مالياً عاطفياً للتقارب من الأحبة من الأبناء وبتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدي نسبياً لغاية ساعات العصر أما من ساعات العصر وما بعد وانا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم لا تهملوا صحتكم عاذروا من التعب الصحي أو الجسد اللي ممكن أنه يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بظل الاهتمام على مستوى البيت والعقارات والعائلة لغاية ساعات العصر فعشان هيك بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن برضو بظل في علامة استفهام حول وضع عائلة أو منزلة يا أعطال يا صحة أحد أفراد العائلة أو ممكن تظهر مشكلة شخصية أهم شيء إنك تواجهها بهدوء أما من ساعات العصر وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم من أحباكم بتفرحوا لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة تعود عليكم بالنفع برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات من الآن ولغاية ساعات العصر وبظل في رغبة بالحركة والتواصل والامتحانات لأن الأجواء ما زالت جيدة للامتحانات والمقابلات وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار وبتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن ثير اضطرابك أو امتعاهدك بسبب حدث ما أهمش إنك ما تخالف القوانين واحترم المواعيد والالتزامات المهانية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بظل من الآن ولغاية ساعات العصر في فرصة لمكسب مالي هاي الفرصة عادة تيمتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم ولكن بتكونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن أي مشتريات غير ضرورية أما من ساعات العصر فهنا الأجواء تقريبا بتصير ناشطة جدا هي بتكثر عندك الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات وتعتبر فترة مهمة للتواصل مع الجميع وبتقدر إنك تتكلم لأنه عندك سرعة بديها وقدرة على الإقناع عالية ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بمناسبة ما يعني بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن ولغاية ساعة العصر بتضل ثقتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية وبرضو بظل في نوع من أنواع الأمل لانفراج في مسأل ما أو خبر سار أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهمش إنه ما تغامروا بأموالكم لأنها فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرعوا باتخاذ القرارات الحاسمة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بيظل الضغط موجود لغاية ساعات العصر لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فبدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم اعملوا بشكل روتيني حاولوا أنه ما تتخذوا قرارات حاسمة ولا بتعصبوا بتفقدوش السيطرة على عصابكم أما من ساعات العصر وما بعد بتستعيدوا نشاطكم حيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك بتمارس جاذبية لا تضاها برضو بإمكانك البدء بمشروع أو خطة جديدة بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص اليوم من الآن ولغاية ساعات العصر أنهم حققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن لا تنسوا أن القمر بيقترب من بيت متاعبكم حاولوا أنكم ما تتخذوا أي قرارات وابعدوا عن أي مشاكل ممكن تكون مع أحد الأصدقاء أو الأقارب أو الأجانب أو يعني أي حد من محارفك أو علاقاتك الاجتماعية أما من ساعات العصر وما بعد تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة فحاذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعاً بتظل الأجواء مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة هدوا من روعكم ما تنفعلوا ما تتغيبوا عن عملكم ما تخلفوا القوانين ما تغمروا يعني أي شيء بشوه السمعة يبعدوا عنه لغاية ساعات العصر أما من ساعات العصر وما بعد هنا تلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيحوا العلاقات المتردية ما تبقوا واحدين لأنها فترة نشطة وواعدة دراسياً أو مهنياً أو عائلياً يعني في نشاط عالي اجتماعي وتقدر تستفيد من علاقاتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء